في إحصائية تقيلة لحالة الطلاق المسجلة شهريا في العراق كشف مجلس القضاء الأعلى عن أن عددها بلغ 6973 حالة ونحو 235 حالة طلاق يوميا ونحو 10 ألاف في الساعة الواحدة إذ تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الطلاق ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم العراقية مثل هذا الكم الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج لكن تواصل هذه الوتيرة التصاعدية على مدى سنوات يدق ناقوس الخطر حسب الخبراء مما يهدد زعزعة الاستقرار المجتمعي ويعرض مستقبل آلاف الأسر والشباب والأطفال للضياع والتفكك عوامل عديدة تساعد على تفشي هذه الظاهرة المتراكمة والمتداخلة أبرزها تضافر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية والتوظيف السيء للتكنولوجية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي التي تربط بخيانات زوجية وابتزازات الكترونية بالإضافة إلى الزيجات المبكرة للأطفال والعنف الأسري وغيرها من المسببات وعز مختصون عن الحلول اللازمة على الحكومة والمشرع العراقي سن قوانين تعمل على رفع المستوى الثقافي للمتزوجين وعائلاتهم وتشجع الاهتمام بالأسرة من خلال توفير أماكن اجتماعية خاصة تحظ على الترابط الأسري وأهميته من الناحية الدينية والاجتماعية وتبين مدى الأضرار الناجمة عن الطلاق خاصة فيما يتعلق بالأطفال إضافة إلى وسائل الإعلام في توعية الأسرة والمجتمع